الحمد لله الحمد لله حق حمده أحمده تعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وحبيبه مدحه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأثناء خديمه أما بعد فيا أيها المؤمنون إن التحلي بمكارم الأخلاق ومحاسنها مما ندب إليه الحق سبحانه في مواقع مختلفة من كريم كتابه الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقيها إلا الذين صبروا وما يلقيها إلا ذو حظ عظيم وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضله خسن الخلق وأهميته فيقول في حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم وفي حديث سيدنا عائب الدراء رضي الله عنه ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق وفي حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة ثلاث مرات يقولها قلنا بلى يا رسول الله قال أحسنكم أخلاقا وفي حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار غدا على كل أهين لين قريب سهل هذا وإن لمكارم الأخلاق أمهات وأصولا ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا علي رضي الله عنه حيث يقول ألا أدلكم على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة تعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك ولئن كان لحسن الخلق هذا الفضل العظيم والقدر الكبير فإن له من ناحية أخرى آثارا تعود بالنفع على الفرد والمجتمع من التحبيب إلى الخالق والخلق وتحقيق السعادة والرخاء يقول مولانا العبد الخديم قدس الله سره وغيرهم وكن مع الناس جميع بالخلق الحسن يحببك البديع وحسن الخلق بالترحب وبالتود إليهم تحبب ولين القول لكل الناس فإنه من شيم الأكياس فأخبروا بأن نصف العقل تودد للناس عن ذي الفضل ومن سعادة الفتاحة قصد أن لا يرده فؤاد ذي الرشد نفسنا لا يمكنكم أن نفسنا 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 وقبل أن نفسنا فاولا سابقنا نفسنا في حالة الثبان قبل أن نفسنا في عينة من كلا وسلم فاولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقمن المدينة والعليه ومن المسلل فقدتنا لتبع الأخضر نفسنا أن نفسنا في القرآن استطلائح الفتاح اليوم ما نسمع نفسنا في أماكن قدسنا وص Malaysia ورهم ومشتركوا في أحداث المجتمع كذا، ما يقولون ب всёه، ما يجب أن يجب أن يقولون ببراه نبراه 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 إليه ماذا تفعل الرياضي برماه من خارجكم لفضلك السابق، تتيدين أن يقولون أنهم يتبع نوية تتعلمون لفعل الرجاء هؤلاء يتبعون أنهم يتعلمون ان يكونون يساعة، ون يكونون أحدهم هؤلاء يتعلمون أنهم يتعلمون بأنهم يأخذوننا فإننا نفتعاء حول أنهم يريدون أن يكونون من أجل كان يحيط 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 يحيطان لدينا ويصدر غير المحدة من الخطائع laser يحيط يحيط لاحظة المترجم للقناة لن تركب أن يكون معناً ، تجريب أن على يمكننا عملها لذا سيئا 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 لا تقامل لكن سيئا سيئا إليكم طبع أقول نعم أنه لا يقالر من ما يزولون ترجمة 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 نانسي قنقر 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 وتشاهدوا سيدي في صديق وعندما تمتلك من طرفيه وعندما اشتركوا في صديق وعندما نعيد برسالة سيدنا عبد الله بن مسعود في انا اشتركوا في يشتركوا في صديق وعندما تدعوا في صديق سيكون لدينا فقط قبل أن يكون بسطورة في مو المطأة لأن نحن لا يمكنك العمل على مو المعرض لقد أصبحتنا أحدهم ومعرفةً ومعرفةً وضعهًا ويجابةً يمكن أن أخبرها في الآن بأن أخبره لأن يكون لدينا التعاصل ولكن الأول في ز 모습 أنتها في ذلك الأساس الإطاءة في هذه الصحيات تم мУ lossي المشكلة وأيضًا pansin ثم قلت لحديث وضعنا الوصف وان figured out انتلك مغاني فسدما أعزهم من أنها في هنا في اليوم فنزل على B diminري فنزل على وجه فسوة أعطي من أنهم ونغت طبيعون فنزل على كل شيئ فنزل على ما نفعله إنه magari يكون ترجمة نانسي قنقر 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 لأنهم لا يحبط رمز لها لا يحبط المصدر و لا يحبط الى ready لا يحبط المتحدث اللحظة هو مصدر لديك النبار لعيش لأنهم لا يحبط الى نفس الشيء يوجداء وحديث وهم ممكن أن يكون ولائها الناس لغوالية لأني أكثر فريبا لأنهم قمت وعادي نعمة أكثر من بالأسنة والأحاولات والمقارن على الأسلوب تتحدث عن أنه يشعرون يموت البطريقية من حيث أنه يمكننا أن يكون البطريقة الأسلوبة وان حدها أسليوب من تشطف المنزل ومشروعة الأطفال هذا ما أكثر من تشطحيطنا مما تحقف الثاني وكان يدعي بالهجونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر التي صارت معضلة حيث لا عفو ولا صفح ولا بدل ولا إعطاء ولا صلة ولا نصح ولا إحسان ولا صفح ولا إحسان ولا إصلاح ولا رحمة ولا توقير ولا اعتذار ولا إعذار استحكمت فينا الأنانية فاستفحلت واعتقد أكثر الناس خطأا أن التدين محصور في صلاة وصوم وذكر والله تعالى يقول خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقولوا للناس حسنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرب واليتام والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وملكة إيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وما من حل أنجع للإصلاح الخلقي من محاسبة أنفسنا محاسبة دائمة وتربية النشئ على مكارم الأخلاق اللهم أحسنت خلقنا فحسن خلقنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب والطف بنا وقونا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصليا على النبي والسلم واقضي به حاجة كل مسلم يغفر الله لنا ولكم شكرا